بسم الله الرحمن الرحيم كل آية معجزة سبحان الله الجزء الثالث فيه آية عجيبة الحقيقة في سورة البقرة تأملوها معي جيدا الله تبارك وتعالى يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار إعصار فيه نار فاحترقت سبحان الله فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هذه الآية وردت في الجزء الثالث وذكر فيها إعصار فيه نار الحقيقة لأول مرة يتمكن العلماء من توثيق ظاهرة إعصار النار فقط في عام 2003 حسب موقع أسترالي علمي وثق هذه الظاهرة عام 2003 وتم تصويره لأول مرة في عام 2010 عندما ضرب غابات البرازيل وبعد ذلك 2011 واثنى عشر وتكرر كثيرا في الفترة السابقة سبحان الله قبل 1400 سنة من كان يعلم بوجود إعصار فيه نار من كان يعلم؟ إنه الله تعالى الذي جعل هذه الآية معجزة تشهد على صدق هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام من الآيات العظيمة أيضا قول الحق تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آية عجيبة جدا الله خلق آدم من غير أب ومن غير أم بمعجزة وخلق عيسى عليه السلام من غير أب إذن أيضا بمعجزة طيب ما العلاقة بين آدم وعيسى؟ مثل آدم كمثل عيسى؟ عندما تتأمل أخي الحبيب اسم آدم في القرآن كله تجد أنه تكرر خمسة وعشرين مرة وعندما تتأمل اسم عيسى في القرآن كله تجده قد تكرر بنفس العدد أي خمسة وعشرين مرة سبحان الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته